أكد رئيس جامعة الزيتون الدكتور تركيا بيدات أن الحصول على شهادة ضمان الجودة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم وضمان جودتها يتطلب إنجازات كبيرة في التخطيط الاستراتيجي والحوكمة الرشيدة والبرامج الأكاديمية والبحث العلمي وإدارة الموارد البشرية والمالية وجود نظام متكامل لإدارة ضمان الجودة جاء ذلك خلال حفل تكريم عدد من العاملين في الجامعة بمناسبة حصول كليات الصيدلة والتمريض والأداب والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والأعمال على شهادة ضمان جودة التعليم العالي نحن اليوم احتفلنا بتكريم العاملين الفاعلين الذين ساهموا في حصول كليات الأداب والتكنولوجيا المعلومات والأعمال على شهادة ضمان الجودة الأردنية التي تمنحها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها طبعا بالإضافة إلى كليات الصيدلة والتمريض حصلتا على هذه الشهادة العام الماضي وبهذا يكون لدينا خمس كليات من أصل ثمان كليات حصلوا على هذه الشهادة وهذه تغطي سبعين بالمئة من تخصصات الجامعة نحن نتقدم على الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة في مجال الحصول على شهادة ضمان الجودة هذا مكننا أن نحتالى مرتبة متقدمة في التصنيفات العالمية من بين أفضل مئة جامعة عربية وأفضل عشر جامعات أردنية بلجنة التربية من الدعمين لأي عمل بدنا نسميها على مستوى التربية والتعليم أو على مستوى التعليم العالي لذلك نحن نحفز الجميع للاستثمار في هذه القطاعات وبصراحة نحن يمكن أن أهم قطاعين عنا متميزين بالأردن هي تربية التعليم والصحة فالتربية والتعليم عنا جامعات متميزة عنا جامعات خاصة وجامعات حكومية بالعكس هذا عبارة عن رافض لكل الجامعات من ناحية عدد سكاني ومن ناحية حتى بدنا نسميها جودة التعليم وحتى من ناحية اقتصادية كمان داهم